البخائي رحمه الله ابتلي ابتلاء عظيماً هو بعد ما جمعوا طافوا رحلوا صنفوا ألفوا هذا بدل أن يعني ينشر علمه دخل ذهب إلى نيسابور ابتلي بحاسد لما كثر الناس في مجلسه فتكلموا فيه وتكلموا اتهموا أن عقيدة في القرآن باطلة اتهموا كذا لا هذا ما يجلس عندنا هذا يخرج كلموا عنه الكبراء اضطردوا من هذا جاء له واحد قال يعني يا أبا عبد الله هذا يعني لج في خصومتك ما نقدر والله ماذا تقول ايش رأيك فقضى أبو عبد الله على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشراً ولا بطراً ولا طلباً للرئاسة وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني أو لما آتاني الله لا غير كان بعض الناس يوصلون إلي يقولون إن فلان فلان يقعون فيك قال إن كيد الشيطان كان ضعيفاً قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أخرجوه والجهال والسفهاء يؤذونه بالقول والفعل هو طالع من البلد تبعه إلى أمروا فتبعوه بالأذية يحذرون الناس منه حتى تركوا بعض يعني بعض الناس عندهم عند شوهة السمعة سمعة البخاري عندهم قال البخاري لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام ناراً توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها فأتأول قول الله كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله رجع إلى بخارة راحقوا إلى بخارة مع أن بلده قالوا له أطرع نفي فخرج منها وهو يقول اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك ما تم الشهر إلا وقد قبضه الله اضطهدوه نعم لكن ما هو حجم بقاء ونفع وبركة وثبات ورسوخ صحيح البخاري في العالم ترجمة نانسي قنقر